الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيدا وبعد الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم وأولى من النعم الظاهرة والباطن وعلى ما وفق من بنى هذا المسجد ومن قام على أمره ومن وقف وسانت من المشايخ ومن أعمامنا في هذه القرية المباركة يُشكر لهم هذا الجهد وهو من أعظم الأعمال الصالحة التي يجب عليهم أن يحتسبوها عند الله سبحانه وتعالى ونشكر لأهلنا في هذه القرية المباركة قرية أبو آمنة على دعمها لمسيرة هذا المسجد ولرسالته ولإرسالهم لأبنائهم حتى يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم ما يمكن أن يعطي الوالد لولده من الخير أن يُرسله إلى المساجد ليتعلم دين الله سبحانه وتعالى وهذا كثيرٌ في القرآن وقد حكى الله سبحانه وتعالى قصة رجلٍ عظيمٍ وسمَّى له صورةً كاملةً باسمه وهي صورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين أو قال غنيٌّ حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم فأوصى هذا الرجل الذي سماه الله عز وجل حكيماً ولده بأن لا يشرك بالله ولذلك هذا من الخير أن يعلم الإبن منذ نعومة أظفاره وأن يُلقَّن الدين والعقيدة الصحيحة والأخلاق النبوية وفقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسيرهم هذا من أعظم الخير ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يُبارِك في هذا المسجد وأن يجعله منارةً للحق وللخير وللناس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجزي القائمين على أمر هذه الخلوة خير الجزاء لابد يا أخواننا الإنسان يعرف لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى ويعمل لهذه الغاية ربنا عز وجل قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني ربنا ما خلقنا نحن عشان نلعب ولا نلهو ولا نأكل ولا نشرب وإنما خلقنا من أجل عبادته وحده ومن أجل أن نصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وإذا لم نعبد الله تبارك وتعالى ولم نُخلِص لله العبادة انحرفنا عن الغاية والهدف الذي من أجله خلقنا الله عز وجل شان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل الكتب وأرسل الرسل من أجل عبادته ألف لا مرأ تلك آيات الكتاب كتابٌ أحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتِّعكم متاعًا حسنًا إلى أجلٍ مُسمَّى ويُؤتِ كلَّذي فضلٍ فضله وإن تولَّوا فقل إني أخاف عليكم عذاب يومٍ كبير ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن نعبد الله وأن نفرده بالعبادة طيب ليه نعبد الله براه نعبد الله براه ليه هل بيجاوب منه؟ أيوة لأن ربنا خلقنا وهو يستحق العبادة طيب الدليل شنو؟ وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون تاني؟ أيوة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يا أيها الناس اعبدوا ربكم ركزوا معيهنا يا أخوان ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم طيب ليه نعبد الله؟ ما نعبد الرسل ما نعبد الملائكة ما نعبد الصحابة ليه نعبد الله براو ربنا قال الذي خلقكم لأن ربنا خلقنا خلقك أجابك من العدم كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين الذين لا يريدون التوحيد أها سلاسلة وأغلالا وسعيرا ولذلك ربنا خلقنا شان كده ربنا سبحانه وتعالى لقنا النبي صلى الله عليه وسلم المناظر والحجة قال له كلم أبو جهل وأبو لهب وعقب بن أبي معيض والكفار الكبار العتاولة ديل ربنا سبحانه وتعالى قال له أسألهم أربعة زلة قل لهم في حاجات أربعة اللي بإعمل منه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل في واحد خلق مع الله حاجة المشركين بيقولوا لك ما في زول بيخلق مع الله ولا في أحد يخلق مع الله ومشكلة الناس إنه يقول لك أنت الآن بدي تكلم في الصالحين خليك من صالح ولا ما صالح هل هو مخلوق ولا هل هو خالق هو خلقني ولا هو مخلوق زيه مخلوق زيه ما بيستحق العبادة ليه لأنه ضعيف لأنه محتاج لأنه يمرض لأنه يشقى لأنه ما عنده حاجة فقير ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك ملك السماوات والأرض وكل شيء عند الله والذين تدعون من دونه الرسل الله ولا ما الله ما الله دون الله طيب الصالحين دون الله طيب الناس البنوا لهم قبة دون الله ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير واحد يقول لك يا شيخنا البتلحقنا في الشدائد كويس شيخك ذا ربنا قال لك ما يملك لك يعني ما بيقدر يجيب لك قطمير يعني قشرة لما انتقل البلحة جن البلحة جوه فيه قشرة مش ربنا قال لك الشيخ ما بيقدر يخلق القشرة فيه جن البلحة مش جن البلحة القشرة جوه الفوق جن البلحة دي الشيخ ما بيقدر يخلقها زول ضعيف زيك زي ذا تناديه شاكذا ربنا قال الزول البنادي غير الله دزول عقله ما معه ما نصيح ربنا قال فيه سورة الرعد والذين يدعون والذين يدعون له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء زي زول الواقف في البير ما نزل فيها جردل ولا دل ولا حاجة ولا عنده موتور رابط ولا كده يمرق للموية ولا كمان عنده زي ما بقوله كرجاك ولا حاجة زي دي يمرق بها الموية بس واقف في راس البير وماد يدينه للبير ويقول لي يا بير يا موية تعالي حصليني انت لو شفت لك زول زول بيسوي العملية دي بتقول ما له الزول دا دا ما نصح مش ربنا قال إلا كباصط يعني إنت بتدعو غير الله ودير غير الله يديك البيدعو في الموية دا دا عقلو أقرب من الزول البنادي غير الله إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ربنا قال وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره وضلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض الواحد تلقاو الله أكله والله أداو وربنا سبحانه وتعالى أداو الصحة وأنعم عليه نعم كثيرة جدا ربنا أنعم عليه فإذا جاء وقت العبادة صرفها لغير الله إذا نزلت به مصيبة ذهب إلى المخلوقين يقول لك القبة الفلانية دي إذا عدتك عقرب تمشي لها وفي قبة ثانية لو عندها غنماية رايحة تمشي لأزول المدفون تحتها وفي قبة ثالثة إذا مرتك ما ولدت تمشي تشيل منا كيس بتاع تراب مرتك بتولد وفي قبة ثانية لو ما عندك رزق بيكتبوا لك حجاب بتاع رزق تعلقوا عشان الرزق يجيك شوف الناس ديال أنا أنا عمعليهم بالنعم ربنا قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء الآية دي حقاة وهابية ولا شنو قل لك ما تجيب الأولياء طيب ربنا ما جاب الأولياء نشطب يعني من المصحف أنت ما تخليك راجل بتتلو له ما لك تخليك راجل قل الغرآن ده ما نافع معنا أنا إحنا كده بس في غرآن ما في غرآن ما نافع معنا عشان بعدها يبقى نظامنا معك تاني لكن ما تجي تقول أنا مسلم لكن أنا بنادي الأولياء وما تجيب لي الأولياء الله جاب الأولياء بنجيبهم لك جوا عنا ده الغرآن غرآن حجة واضحة ربنا قال قل أفتخذتم من دونه أولياء ده في صورة الرعي لا يملكون لأنفسهم الأولياء ذيل ما عندهم حاجة لينفسهم خليك إملكوا لك انت حاجة الولداء ليه نفسه ما عنده حاجة لكن كلها إشاعات يقول ليك نادي ركينيك كالبرق رمش يلفى الغرقان سوال وينش ده الركيني عندنا هناك جنبنا قال لما أنت ناديه كالبرق بيجيك طاير زي البريق وبيقوم بينشلك لو أنت واقع في مصيبة زي الوينش بيرفعك طوالي وربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه من يعني غير الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله بعد ما الله سوى ليكم دي تانفي إله مع الله ربنا قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا زول تلقاوا عنده مصيبة ويسأل ربنا ربنا يشفيوه لما يبقى نصيح يقول لك هو يا الله إما ناس نديل أنا نحن نديل كان هسي في خبركانة ناسك ناسك شكذا ربنا قال يعرفون نعمة الله ثم شنوه ها ثم ينكرونها عارف نعمة الله عارفه لكن ينكرها بعد ذلك ربنا قال والذين أمجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم عزول البنادي لو سيد قبة ها زي ما زي ما بيقوا حتى الفنانين الحرام قلبوا شيريك زمان الغنى دا حرام سي بيقى شيريك كمان بيقى فيه شيريك يقول لك يا سيد القبة أنا عندي فوق محبة تحب شنو انتا تحب الاتحة الميت ولا تحب الكون بتاع الرملة ولا تحب شنو الجير بوهيات المهندس انت بتحب في شنو زاته انت بتحب ساي بيقل لك يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لها كرعية يا زول دا برول دا دا ما حجاب همتا زول تلقاو بيخاف من مخلوق ويخاف من حجاب وده حجاب بتاع سلاح وده حجاب بتاع شنوه ربنا قال ام جعلوا لله شركاء دا ما الشري زول تلقاو كتابوا ليه بخرا حجاب او محايا او غيره ورابط في ضراعه بيجلد بتاع غنمايا واللفار في امتاو يقول لك يا سلام انا اي زول بدقه ليه؟ قال يقول لك انا معي الحجاب ما قال معي الله وموسى عليه السلام لما بيقى فرعون وراه والبحر قدامه وقال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي منو قال معي نوح قال معي ابراهيم قال معي العصايا لا وانما قال كلا ان معي ربي سيهدين لكن كثير من الناس بس مما يكون ماشي في العربية داري اوب مكاشفي يا زول يقوله صالح من اهل الجنة كذي خلين من انو حاصل على وجنه قوله من اهل الجنة ما بينفعك لو دقيت راسك مع السقف ما بينفعك ما عنده اي حاجة مع الله تفاهم الكلام ده لازم دي تكون عقيدة راسخة في قلبك وما بيقدر يسوي اي حاجة مع الله مخلوق مش ما بسوي اي حاجة مع الله ولذلك يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهر ودي اخواننا دعوة التوحيد وهذه هي دعوة الرسل دعوة الرسل ولما تدعو الناس لهذه العقيدة الصحيحة الواضحة التي تربط الناس بالله وحده لا شريك له الناس بيقول لك انت نبست الاولية انا ما نبست الاولية لكن قعدتهم في مكانه فهمتا ما نبستهم لكن قعدتهم في مكانه الاولي عندهم مكانه وربنا سبحانه وتعالى له صفات والرسل عندهم مكانه والملائكة عندهم مكانه تنزل كل مخلوق في مكانته وتصرف العبادة للخالق وحده لا شريك له عشان كده يا اخواننا كثير من الناس بعادوا الدعوة دي دعوة التوحيد وما بتعادين احنا احنا ما عندنا حاجة الدعوة دي حقت الله انت فاهم الدعوة دي حقت الله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى ما خلقك الا عشان تجيوا بهذه الدعوة وبهذه العقيدة واذا تركت وخليت انت بتضر نفسك كمان اذا عديت ربنا سبحانه وتعالى بنجمك خد في بالك انه اي زول داري عادي دعوة التوحيد ربنا فرج فيه والخلق الله يا ربنا يجعلك عزة ويجعلك عبرة للمعتبرين ربنا سبحانه وتعالى بنشف ريقك وابتليك بالبلاية والمصائب واذا مت وما جاتك مصيبة يوم القيامة بتمشي من الله وين في امتى ولذلك اوعى تعالى دي الدعوة دي اوعى وما بتقدر تقدر تعادية فرعون قال علي سليم الكمصر لما موسى عليه السلام دعوه للتوحيد قال علي سليم الكمصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ربنا سبحانه وتعالى اجرى الموج والموية من فوق ليو لانه يتكبر على الله سبحانه وتعالى ان امروذ ابن كنعان ابراهيم عليه السلام دعوه الى التوحيد والى عبادة الله وحده فرفض واستكبر ربنا سبحانه وتعالى ابتلوا بيشي بسيط شاني وريك انه تلقى واحدة بجاكومة وعنده تبروكة وعنده خلوة ومعاه حيران وعنده ها محل بيصوت فوقه العصيضة وبيجيه كميات من الناس لما انتجي الرجبية اعزل ها حج حج عديل تلقاهه قاعد ويتكبر ده ربنا سبحانه وتعالى بيدمره ليك بيشي بسيط جدا مخلوق بسيط النمرود ابن كنعان لما ابراهيم عليه السلام دعوا للتوحيد ويتكبر ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببعوضة النمرود المتكبر ربنا ابتلاه ببعوضة العلماء قالوا ذاته البعوضة ما بعوضة كاملة شوف ربنا لما يكون داري نزلك مكانتك لما يكون داري نزلك محلك ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير بعض العلماء قالوا ربنا سبحانه وتعالى سخر له ببعوضة تخش في أدانه تقعد في راسه ببعوضة جناحة مكسور فيمتا؟ ما تهم ببعوضة ذاته فكانت البعوضة تزن له في راسه الزلدى الزنة الزنة للنمرود ما بتقيف إلا تدق بالبرطوش شوف ربنا داري زله كيف لما تدق النمرود بالبرطوش بتكيف منك هو زمان كان عامل شنو؟ كان عامل فوق ضبان ضكر مش؟ ربنا زلاه فبقوا يدق بالبرطوش حتى بعد ذاك البعوضة دي تسكت حتى شوية كده راسه عدل عذاب من الله سبحانه وتعالى فإنت لو قلت دار توقف دعوة التوحيد أن تسجن الدعاة أو أن تقتل الدعاة أو أن تشيع فيهم الإشاعات ده كل ما يوقف إن شاء الله دعاة التوحيد ودعوة التوحيد فهمت؟ لأنه دي دعوة الله ربنا سبحانه وتعالى يسخر لها ويهيئ لها ويسهل لها من الأسباب ما لا يعلمه إلاه عشان كده شوف سبحان الله موسى عليه السلام ربنا رباه في بيت فرعون جوه جوه بيت فرعون أنت بتحاول تمسك الدعوة دي بتلقى ما لقيت من بيتك أها بتتخرج وين دعوة جوه بيتك شاكده أحسن لك قبل ما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة شركية وتقعد تتحسر يوم القيامة وتتبكى وما بينفعك البكى يوم القيامة أحسن لك تباري القرآن لأنه لو بريت الشيخ ديل بالقصيد وبالشعر وبالرقيص بعدين يوم القيامة بيتبره منك ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وينما الناسكم جماعتكم القدتوا حيقيفوا معنا واحد قال يا ليلة ليلك جكا ده أبو قرون ولدك في جوفه تمكن لرب الخيلة جكا دربهم زلقابه مطي قال يوم الحلوق الكظم يوم القيامة يعني أبو قرون بجيشه تنظم قال يوم الغيامن احنا بنجي في الصراط كلنا جيش واحدة التابعين لأبو قرون في امتى قال يوم الغيامن الناس ما كتار ربنا بيجمع من أبونا آدم عليه السلام إلى آخر بني آدم الناس كتار شديد نعرفك كيف قال تعرفوني بصوت نوبتي لأن كده من الدنيا لازم تحفظ الدقة بتاعت الشيخ لأنه في طرق ذاتة كثيرة المكاشرية عندهم دقة القادرية عندهم دقة الاتجانية عندهم دقة في امتى السمانية عندهم دقة لو دقزت حفظت النوبة بتاعت السمانية وإنت مكاشفي بيقول لك يا زول ده ما يا رضوان وده كله من الاستهتار بالدين بيقول له ده ما معنا طبعا بحفظ الدقة غلط عمشي شوف جماعتك باين يا زول وربنا سبحانه وتعالى قال وخشعت الأصوات للرحمن يوم القيامة فلا تسمع إلا شنو إلا همسة الهمسة هو الكلام بصوت خفيف ده الهمس كلام خافد بصوت كويس انت دار تجي تعمل لي جوط يوم القيامة ده مش لعب كويس ولذلك يا أخوانا الإنسان يطورط مع الناس دهل يوم القيامة بيطورط أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يا الله والله ما كنا مشركين وفي الدنيا هنا كان بيمشي بيمشي الزيارة طواله والعيد أول حاجة بيمشي هناك حتى يجي يطبح ولا الكلام ده ما حاصل بيمشي هناك أول هناك بعدينك يوم القيامة بيقعد الجرس والله ربنا ما كنا مشركين وهنا في الدنيا ما كان بيحلف بأله كانوا يقول لك وحات أبويا الشيخ وحات القبة أهلا من مشى يوم القيامة عرف أن القبة دي كلها طلعت فشنك ساكن أبتنفع وأنه طلع شرك بالله سبحانه وتعالى فبقى يقول والله ربنا ما كنا مشركين ربنا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ربنا قال بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا يعني لو شافوا الآخرة وشافوا إن الزولة البنادي الشيوخ بمشي جهنم أتاني ربنا رجعهم للدنيا برضو ما حيخلوا الشريك ربنا قال بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كذبوا ربنا سبحانه وتعالى قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون لكن هنا برضو في الدنيا بغشوم ولكنت لو خشيت في الطريق وبايعت الشيخ وبقيت تشاور الشيخ في أي موضوع من المواضيع يعني الشيخ يوم الغيامة بيجيها فشوم الشيخ بيشفعلك الشيخ بيشيل منك الأوزار طبعا الصوفية برب الناس على إنه الشيخ ده بيتحمل منك أي حاج وإنه الشيخ ده ما تزار ما قبل أيام مشينا على جهة النين الأبيض كده محلة خلوا كده لقين فوقه كتاب اللي اللي بيقول لهم الشريف ده الناس الشريف ده لا لا الناس كركوج ده لسيهم منهم محمد اللمين الله يديك العافي طيب هذا ليه قائق بتكلم قال إنه إنه عشان تبقى مريض مجيض لازم تعمل الحاجات ده وربنا بقاك بني آدم وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضينا قال الشروط التي يصلح بها حال المريض عشان أنت تبقى تابع كويس لازم يكون في شروط الشرط الأول أن يكون قريبا من الشيخ وأن يبادر لمقابلته قبل طلوع الشمس يا سؤال إنت دار تشيل تماما اللجنة قال وهذا الوقت محل إجابة وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمنا برؤية وجهه العظيم في هذا الوقت لأن الصحابة كان بيصلوا الصبح في إمتى لكن تقول لي لازم قبل طلوع الشمس طيب لو صليت في البيت طيب قال وعلى المريد إذا أراد الجلوس أن لا يتكلم بشيء بل يجعل نظره إلى الأرض وإن خاطبه الشيخ فيرد على قدر الجواب تكون ذليل الشرطة الثاني لا يسلم على الشيخ إلا بوضو شأن تسلم على الشيخ لازم تكون شنو بوضو يقع الحديث في البخاري أن أبا هرير رضي الله عنه كان على جنابه فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم على طريق فانخنست يعني شنو يعني أنه ذهب خفية قال فلما جئت قال النبي سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت جنوبا كنت في جنابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس فحتى ولو كان على ذلك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ذلك حرق فكيب الوضو ها كيب الشيخ يشترط له الوضو الشيخ ده ركعتنا الضحى الشيخ ده ولا صلاة المغرب أجننا أتوضى حتى أسلم على الشيخ طيب قال ولا يمس يد الشيخ ويده عليها ما وضو كمان انت بعد ما تتوضى لازم تنشي في ايدك كويس الشيخ محنن ولا جنوب إلا غسل الدين يقول انت بتلعب ولا جنوب ده دي ناسي ده في حديث ولا فيها تحديث يا خواننا ده تعبيد تعبيد للناس لمخلوقين وهذه هي الوثنية بعينها وما جاء الإسلام كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل على كسرة دخل على كسرة أو على رستم بتاع كسرة القايد بتاع جيوشو وذاك عمل له خيمة كبيرة وخيمة مزيّنة وفارش فوق البصاط الحرير والنمارق والحاجات جداعات ومخدات من حرير جاء رضي الله عنه وهو يركب على حماره وبيده الرمح الحرب يعني قال فجعل يخرق النمارق فأراد الحرس أن يأخذوا بيده فقال لهم القايد دعوه خلوا قال له حتى دنى منه فقال من أنتم قال نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآهل يا ربنا خلق الإنسان كريم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يرفع فوق مكانته عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كانوا تلاتة كانوا تلاتة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وصحابي آخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الصحابيان يا رسول الله خذ نوبتنا يعني الوقت بتاعنا ده النوبة مش النوبة مش النوبة 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 بتاعتنا يعني الرقبة بتاعتنا تلاتة بركبوا في بعير واحد ده يركب مثلا خمسين كيلو وده تاني يركب خمسين كيلو وده تاني يركب خمسين كيلو الصحابيان قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انتشل حقتنا ونحن عافين وراضين قال ما أنا ما أنتم بأحرص من الأجر ما أنتم بأحرص مني على الأجر وما أنا بأسهد في الأجر منكما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكان الرجل من البادية يدخل المسجد فيقول أيكم محمد ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف على الحمار النبي عليه الصلاة والسلام يردف الناس على الحمار ردف بن عباس ومعاذ بن جبل وغيرهم ردفهم على الحمار أسئل الآن بتقدر تقعد مع الشيخ في العنقريب بتاعه واحد يقول لك أنا طبعا مقدم في هذه الطريقة ليه كم سنة سبعة وثلاثين سنة أها بتقدر تقعد مع الشيخ في عن قريبه سبعة وثلاثين سنة ما رشحتك أدتك ماجستير في الطريقة عشان تقعد معه يقول لك طبعا ما بتجي ليه ما بتجي ليه يعني هو مالو عشان كده يا أخواننا التوحيد يا أخواننا فيه لو لم يكن في التوحيد إلا أنه يربي الإنسان على النخوة وعلى الرجول وعلى الشجاع تكون إنسان قدر محلك فهمت ولذلك وصيتنا للشباب ولأخواننا جميعا أولا أن يستعينوا بالله في جميع أمورهم ثانيا عليهم أن يصبروا على هذه الدعوة ورابعا عليهم أن يأخذوا من العلم وأن يركزوا على علم التوحيد هذا هو أعظم أشرف العلوم وعليهم أيضا أن يدعوا الناس وأن يصبروا منهم على الأذى وأن يفارقوا الحزبيين شفت لو جواحد حزبي هنا أدئوا قرجة طوالي لأنه الحمد لله ما إن شاء الله الناس شغالة وناس عرفة التوحيد وناس خلت الحجبات وخلت الفكية وناس كان بيبيعوا صور مكاشي وغيره شرطين في إمتى؟ بيجيك واحد تاني بيجيك واحد تاني حزبي بيجي وخش عليك هنا يقول لك طبعا هذه ليس الطريقة أنت جابك من ذاته جابك أتدخلك في نص نجنو ده طوالي شيلو أربعة منه عجدوا بره كده خليهم يروك في الطلحة والله يمعل عجدوا بره أو عكتجي خاشينا فيمتى؟ ده هنا دعوة نجيضة دعوة صحيحة للتوحيد على طريقة الأنبياء إنه نحن الناس بمبيلهم بالبرهان وبالدليل والشباب القاعدين في الخلوة دي هنا الناس القايمين على الخلوة الناس حفزتكم لكن ما يكون يا أخواننا هم الإنسان التحفيز ولا الدنيا يكون همك إنك تتعلم العلم تتعلم التوحيد عشان تمشي تنشره للناس عشان تبقى إنسان داعية تطلع في المنبر تبين الحق للناس تشتغل في المدرسة تكلم أخوانك في المدرسة في أي محل كما قال الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تخليك إنسان نجيط وتنجيط الأدلة بتاعتك تحفظ حفز مجاية تناغش أي زل تقول لي يا زل عندك آية ولا حديث ولا ما عندك عندك آية وحديث أسمع القرآن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إذا سألته فاسأل الله وإذا استعنته فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اتمعت على أن ينفعوك بشيء لينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اتمعت على أن يضروك بشيء لين يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفة الصحف فدائرين الشباب ألقروا الخلوة إنه ما يعني ما تكون الخلوة دي بس الزمن كده والبرنامج كده لا الزل يحفظ وينكس في الخلوة وحاجة ما عارفة يسأل منا عشان أنت تكون إنسان داعيا لله سبحانه وتعالى والدعوة دي وظيفة الأنبياء دي أحسن من دكتور وأحسن من مهندس وأحسن من أستاذ وأحسن من غيره أحسن مننا ليه لأنه ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا يعني من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وإذا كان المداحيين والفنانين وغيره من أهل الباطل قاعدين يدعو لباطلهم فإنت أولى تدعو للتوحيد لا حق الله أنت قاعدت دافع عن حق الله أه بتدافع عن حق زلم ولا حقك إنت ذات بتدافع عن حق الله وتدافع عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يتبع وده واحد داك بيدعو لشيخ وشيخنا كالبرقلاح أبوي الشيخ يغطي الكون بجناح وكلام فارغ ساكن كله كذب ما بغطي أي حاج والله عن قريبه ما يغطي ما عنده أي شيء أنت بتدافع عن حق الله شاكده لازم تخليك نجيط تحفظ الأدلة تمام تحفظ القرآن تمام تدعو إلى الله بالتي هي أحسن بالحجة بالدليل تحفظ كتاب الوصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد وتحفظ من الأربعين نووية وتتعلم الفغه تكون زول نجيط زول رزيم وتتكلم مع الناس بالتي هي أحسن ولو لقيت واحد مثلا صاحبك عنده حجاب كل الحجاب دجيبه شوف لو فيه غران قل له شوف فيه غران كله تلقاه ما شخبت فيه نجمة وكذا عمي زي الكراس بتاع الحساب ما فيه أي حاجة فيمتى فتوريه تقول له الكلام ده شرك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك توريه وتبين له أنت كده بتكون مع مع صغر سنك أنت تقوم بوظيفة الأنبياء ورسالتنا يا أخواننا للأباء إن أخواننا الإنسان ما يحرم ولده من الخير ما تحرم ولدك من الخير الولد ده لما يجي هنا يحفظ آية ده لقد دم يدعو لك ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يدعو لك ربنا سبحانه وتعالى في حياتك أو في مماتك قد يكون هذا الإبن الصالح مستجاب الدعوة فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعوتك ويبارك الله لك ويمكن يخلفك إذا أنت مت مثلا إذا مت ممكن يخلفك في أبنائك أخوان الصغار يخلفك فيهم بخير يعلمهم بدل ما يطلعوا لك شفاة ساكن والله لو ما أعلمتهم الخير إذا ما رحمهم الله وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالهداية كلهم يطلعوا لشفاة البتلقاءه بتاع بنقو والبتلقاءه بتاع حفلات قل لك التشغال شنو قل لك والله طبعا أنا عازف كبير بتاع أورغان عازف دي شنو ده عازف دي ما وظيفة عازف دي معنا عاطل ساكن ما عندك موضوع ها ده ما عنده موضوع فيمتى ولا واحد تلقاه شغلته كله ولا راجد تلقاه أبو شنبات تلقاه بدوك في الدلوكة يا دل دي حقا حريب انت بتدقذك في الدلوكة لأسي قل لك طبعا خبرة في الدلوكة دي عشرة سنة ايه دارة خبرة دي كديس ممكن يدقها لك فدلي عب ساكن عشان كده يا أخواننا الآباء عليهم أن يربوا أولادهم على الخير وعلى الدين وأن يتمسكوا والدين ما فيه الدين كثير من الناس بيظنوا إنه ولده ده لو مسك له طريق الدين ممكن الولد ده يفرط له في الدنيا لا بل إنه يا أخواننا حفظ العلم وحفظ القرآن بيفتح العقل بتاع ولدك وينوره ويكون في قراءة الأكاديمية ذات موفق موفق لأنه زون حفظ كلام الله سبحانه وتعالى بيحفظ كلام الدنيا كلام الدنيا ولذلك يا أخواننا هذه رسالة ورسالة أخرى لإخواننا القائمين على أمر الدعوة في هذه البلدة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فأنتم على ثغرة عظيمة وأنتم على عمل عظيم وعمل جليل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القرية منارة منارة للدعوة السلفية ولنشر الخير للناس وقد تعلم أحد أو أن تكون سببا في تعليم أحد من هؤلاء الشباب فيكون داعيا يفتح الله عز وجل به البلاد شرقا وغربا ولذلك هذه الدعوة استمسكوا بها واسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يثبتنا جميعا عليها وأن يتوفانا عليها وأن يحيينا عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا وأن لا يفتننا إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلامة جزا الله الشيخ أن خير الجزاء لما قدم أن صلى الله تبارك وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناته وصلى الله جل وعلا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ننوه إلى أن نتائج طلاب الخلو إن شاء الله تبارك وتعالى عقب صلاة المغرب وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدت مرحب الإله صداك يا قحطان شكرا للمشاهدة